موسيقى موسيقى اهلا بكم من جديد متابعين القناة ناشوة الانجليزية ازايكم اخبركم اي رب تكونوا بخير وفي احسن حال معدنا النهاردة ان شاء الله مع ابطال اولى ابتدائي ومنهج كونكت بلس لو حابب ان مفيش حاجة تفوتك من شرح منهجنا وفيديوهاتنا اعمل سبسكرايب اشتراك الكلمة اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو وما تنساش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من ابطال اولى ابتدائي ومتابعي منهج كونكت بلس وان نبدأ بسم الله سزف ادجكتيفز اسمها صفات الملكية الفرمة بين صفات الملكية وضمائر الملكية ان ضمائر الملكية دي بتيجي اخر الجملة وما يجيش اي اسم معاها اي اسم بعدها ما يجيش اي اسم بعدها انما صفات الملكية لازم يجي معاها نون طب تعالوا كده نشوف المعنى هلاقي المعاني بتاعت صفات الملكية هي هي معاني ضمائر الملكية المعنى بتاحها بالعربي عندي ماي يعني ملكي انا وماي ومين برضو ملكي انا هز ملكه هو هز ملكه هو هير ملكه هي هيرز ملكه هي اتس ملكه او ملكه لغير العاقل هنا مفيش في ضمار الملكية مفيش لغير العاقل. عندي اور ملكنا نحن. اور ملكنا نحن برضو. يور ملكك انت. يور ملكك انت برضو. ملكهم هما. المجموعتين دول نفس المعنى. الفرق ما بينهم ايه؟ قلنا الفرق ان ده مقرب ملكية دي اللي بيبقى اخيرة حرف الاس معادة طبعا ماين. اللي بيبقى اخيرة حرف الاس دي بتيجي اخر حاجة في الجملة. انما استفات الملكية ماي وهيز وهير لازم يجي معاها نون اسم. لازم يجي معاها نون يعني اسم. طيب. اقرأ معايا الاكزابات. الامثلة دي. الامثلة دي وانت تفهم اكتر يعني ايه اللي احنا شرحناه فوق. عندي هنا جملتين. والجملتين دول زي بعض تماما في المعنى. الجملة الاولانية بتساوي الجملة التانية. تعالوا نقرأها. بيقول يعني ده التشيرت بتاعي انا حاجة ملكي. ادي ماي زي ما انا قلتلك ماي لازم يجي وراها نون. زي ما انا قلتلك في صفات الملكية ماي لازم يجي وراها نون يعني نون يعني اسم. طب. هي هي بتساوي جملة ايه? اللي هي يعني انه ملكي. ادي ماي من ضمائر الملكية اللي بتيجي اخر الجملة وما بيجيش وراها كلمة تانية. يبقى ماي احنا بنقفل بيها الجملة اللي هي تعتبر ضمير من ضمائر الملكية. انما صفات الملكية لازم بعد الصفة دي بيجي وراها نون يعني اسم. طب. اكزامبل كمان هنفهم اكتر. بيقول يعني هذا الجاكت بتاعك ملكك انت. طب. اديور دي اسمها صفات الملكية. طب. الصفات الملكية دي يجي وراها نون. ادي يورها هي. في المجبوعة اللي انا قريتها. يور يعني ملكك انت. بيجي وراها. نون. طب. افرض انا عايزة اشيل يور والنون بتاحها. هحط بدلها يورز. اشيل يور والاسم اللي معاها. اشيلهم هم اللي تنين وحط بدلها يورز. زي ما حصل هنا. اه. this is your جاكت. يعني ده الجاكت بتاعك. هي هي بتساوي هي بتساوي. هي بتساوي. it's بتاعها. هي هي بتساوي. يورز. طب. اكزامبل كمان. this is his كاب. يعني ده هذا الكاب بتاعه هو. ملكه هو. الكاب بتاعه. ملكه هو. بتساوي ايه? بتساوي. it's his. it's his. ومنحصنا الحص انه his من صفات الملكية. هي هي في ضمائر الملكية. اكزامبل كمان. بيقول. this is hair dress. يعني هزا فستانها. فستانها هي. hair dress. فستانها هي. طب انا عايزة اشيل hair dress دي. واجيب بدلها. hair dress دي. اه. اجيب بدلها ضمير من ضمار الملكية بتساوي. hairs. يبقى دي hair. بيجي وراها. نون. اللي هو hair. ومعاها dress. لما اشيل hair dress مع بعض. هجيب بدل hair. والنون اللي معاها. هتبقى اسمها hair. هتبقى اسمها hair. يعني ملكاهية برضو. طب. اخر اكزامبل عشان هنفهم اكتر. بيقول. these are our gloves. gloves يعني جوانتي. these are our gloves. يعني ده الجوانتي بتاعنا. حاجة ملكنا. احنا. our gloves. قلنا ان our لازم يجي وراها. our ده يعتبر من صفات الملكية. لازم يجي وراها اي? لازم يجي وراها نون. hour. اهي. لازم يجي وراها نون. يعني اسم. طب. افرد انا عايزة شيل hour ونون دي. احط بدل hour والنون اللي معاها. ها. اسمها. hours. اهي. بتساوي. الجملة التانية. they are hours. يعني دول ملكنا نحنو. يلا نقرأ مع بعض الفقابر الريزي بتاع النهاردة ربيد افطر ميه مية يعني خبز برد خبز يعني برد بلوفر سويتر سويتر بلوفر سويتر بلوفر سويتر حزاء شوز حزاء يعني شوز شوز لو انت لحظت الواتر المية وكمان برد خبز سويتر بلوفر شوز كل الحاجات ديقول عليها ايه اي نيد يحتاج يعني نيد يحتاج يعني نيد يعني ماينفعش ان انا اعيش من غيرهم دي حاجة او دي حاجة ضرورية في حياتي دي حاجة ضرورية في المعيشة بتاعتي اي نيد يعني انا احتاجهم يبقى لما يجي اعمل سنتنس جملة اقول اي نيد ووتر يعني انا احتاج مية دي مش حاجة اختيارية دي حاجة ضرورية ولزمة معايا عشان اكمل حياتي اي نيد برد انا احتاج خبز دي مفروض ولازم وضروري تبقى موجودة في حياتي اي نيد سويتر اي نيد سويتر يعني انا احتاج بلوفر طيب اي نيد شوز انا احتاج شوز دي الحاجات الضرورية والاساسية في حياتي هتكلم عليها مع فعل اسمه نيد يحتاج يعني نيد يحتاج يعني نيد انما لو حاجة مش ضرورية لحياتي مش لازم ان انا اخدها او اكلها اقول عليها وانت يريد يعني وانت يبقى هو عايزة عن رفق الفرمبين يحتاج نيد ويريد يعني وانت يحتاج نيد للاساسيات وضروريات الحياة يحتاج نيد دي حاجة مهمة جدا حاجة ضرورية انما يريد وانت ممكن الحاجة دي تبقى موجودة او مش موجودة مش هتفرق كتير زي الشوكولت شوكولاتة يعني شوكولت ربي تفترميه شوكولت شوكولت تيدي بير تيدي بير يعني دبدوب تيدي بير تيدي بير تيدي بير كايت كايت طيارة ورق يعني كايت كايت ضل ضل عروسة او لعبة عروسة لعبة يعني ضل يبقى باختصار لما جهتكلم عن حاجة ضرورية في حياتي اقول عليها نيد حاجة مينفعش اننا استغنى عنها اقول عليها نيد حاجة مش مهمة في حياتي اقول عليها وانت اروا معي الاكزامبلز دي الامثلة بيقول يعني الطفل الراضيع ده نيدز احنا هنا استخدمنا نيدز يعني يحتاج علشان هو بيحتاج لبن اللبن ده غزاءه حاجة ضرورية في حياته حاجة مهمة في حياته طب عند الخروف اللي هو اشيب نيدز يعني يحتاج نيدز جرس يحتاج حشائش او عجب يبقى الاكل بتاع الخروف هو الحشائش عشان كده انا استخدمت نيدز ما قلت شوونتز طب اسد اسد اللين نيدز يحتاج ميت لحمة يعني ميت يبقى الاكل بتاعه او الغزاء بتاع الاسد هو ميت لحمة عشان كده انا استخدمت نيدز باستخدمها للحاجة المهمة والضرورية في حياتي زي ما عودتكم قناة ناشوة الانجليزية ان بعد شرح الدرس لازم بنحل عليه براكتس وبراكتس بتاعنا من كتاب الباهر السؤال بيقول look and write هنكتب يا اما نيد يحتاج او want يعني يريد طب هنا بيقول i space water water يعني مية طب المية دي حاجة مهمة ولا حاجة مش مهمة في حياتنا طبعا المية دي حاجة مهمة فانا هستخدم معاها نيد يبقى الحاجات الاساسية والحاجات الضرورية في حياتنا هستخدم معاها نيد طب هنا بيقول i a kite انا اي kite kite يعني طيارة ورق الطيارة ورق دي مش ضرورية تبقى موجودة في حياتنا هقول i want طب i a bread خبز خبز اللي هو bread طبعا دي حاجة مهمة حاجة ضرورية في العيشة او في الحياة بتاعتنا هقول i need يعني انا احتاج i a doll doll يعني عروسة لعبة دي مش مهمة اوي فقول عليها i want يعني انا اريد سؤال كمان on scramble يعني on scramble يعني هنرتب عندي i want يريد doll هرتبها ازاي هقول i want a doll i انا want اريد اضل يعني عروسة لعبة طب عندي need يحتاج i انا water ماء i need water i need water يعني انا احتاج ماء mine يعني ملكي واخد بالك ان mine دي من ضمائر الملكية اللي بتيجي اخر حاجة في الجملة معناها ملكي وعندي this is و cab هقول ايه this cab يعني هذا الكاب is mine ملكي this cab is mine يعني هذا الكاب يكون ملكي احنا كده انتهينا من شرح لسن 3 and 4 الدرس الثالث والرابع من يونت 7 منهج connect plus 1 ابطال اولى ابتدائي لو الفيديو عجبك او استفدت من شرح النهاردة اعمل subscribe اشتراك الكلمة اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو وما تنساش اللايك والشير وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله goodbye bye